بنصبح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي يجيب معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا بعثت الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية طلقت خطاب من فيفا أكد فيه رفض ارتداء لعيبي الأهلي قميص يحمل الرقم 72 خلال فضلة الإحماء وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه ان ارتداء لعيبي الأهلي قميص الأحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة يخالف لوائحه التي تمنع أي شعرات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب جماهير الأهلي الموجودة في السعودية حرصت على حضور الميران الأخير للفريق الأحمر قبل مباراته أمام فلمنانسي البرازيلي وده النهاردة في نصف نهائي كأس العالم للأندية وطالبت جماهير لعيبي الأهلي بضرورة بدل أقصى ما لديهم للفوز على فلمنانسي والتأهل لنهائي مونديال الأندية وصناعة مجد جديد مروان عطية لاعب ووسط الأهلي أكد أن تزبزب نتائج الأهلي الفترة الماضية لن تؤثر عليهم وأن الأهلي بيظهر في المواقف الصعبة وأكد كمان أن المباراة النهاردة هتكون الصعبة وأنها فرصة للتاريخ ولن يتركها الفريق أنها تضيع منه كمان نتكلم رامي ربيعة مدافع الأهلي واجه الشكر لزملائي في الفريق على المجهود الرائع في مباراة اتحاد جدة وأكد أنها صفحة وانتهت وقال كمان تركزنا في المباراة اللي جاية وأن دي مش المرة الأولى أن الأهلي يوصل للمستوى ده وأن الفريق بالكامل عنده الرغبة في تحقيق مركز أفضل في مونديال الأندية بعثت مانشستر سيتي الإنجليزي ووصلت مدينة جدة السعودية مباراة وده استعدادا لمواجهة أورو واوا اليابانية في نصف نهائي كأس العالم الأندية 2023 إلا هتتلاعب بكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم مافيفا اعتمد مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية واللي هتقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025 بمشاركة 32 فريق وده بصفته بطل نسخة دوري أبطال إفريقيا لنسختي 2021-2022 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مافيفا بالشكل رسمي عودت منافسات بطولة كأس انتر كونتينيلتل بداية من 2024 المقبل وإن من المقرر أن يلتقي أبطال القرات على شكل تصفيات ليواجه الفائز ببطل أوروبا في المباراة النهائية وسيتم تنظيم بطولة كأس انتر كونتينيلتل بالشكل السنوي بداية من عام 2024 المقبل امبارح سيطر لعبين منتخبنا المصري الخماسي الحديث على جواز بطولة فرنسا المفتوحة وتوجه مهند شعبان لعب المنتخب المصري بالميدالية الذهبية بينما حصد أحمد الجندي الميدالية الفضية في منافسات فردي الرجال وتوجه أميرة قنديل ببرونزية منافسات فردي سيدات ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة المنتخب الوطني الأول لرجال سكواش فاز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال واللي استضافتها نيوزلاندا نادي ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح اتعادل سلبيا أمام نادي منشستر يونيتد في كلاسيكو إنجلترا اللي أقيم بينهم مبارح على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي ممتاز ورافع رصيده لـ 38 نقطة بفرق نقطة خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة ومنشستر يونيتد في المركز السابع برصيد 28 نقطة فريق أستنفيلة الإنجليزي حقق فوز مهم عن مضايفه برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة لأقيمة ضمن مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي ممتاز وبكذا احتل أستنفيلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بفرق نقطة خلف أرسنال المتصدر وبرينتفورد في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة فريق أرسنال الإنجليزي حقق الفوز على فريق برايتون بنتيجة 2-0 بستاد الإمارات وده ضمن مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي ممتاز وبكذا احتل أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني المركز الأول برصيد 39 نقطة وبرايتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة نادي بايرنوم يونخ فاز على نادي شتوتجارد بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أليانز أرينا ضمن مواجهات الجولة 15 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم البونزليجا وبالنتيجة دي بيكون فريق بايرنوم يونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة وشتوتجارد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة فريق روما خسر أمام نظيره فريق بولونيا بنتيجة 2-0 في المباراة لجامعة الفريقين مبارح ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مصابقة الدوري الأيطالي بالنتيجة دي بيحتل لفريق روما المركز السابع في الدوري الأيطالي برصيد 25 نقطة بينما يتواجد فريق بولونيا في المركز الرابع برصيد 28 نقطة فريق ميلان فاز على مونزا بنتيجة 3-0 في المباراة لجامعتهم ضمن منافسات الجولة 16 من مصابقة الدوري الأيطالي الموسم الجاري وبنتيجة دي بيرتفع رصيد فريق ميلان للنقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الأيطالي ومونزا عند النقطة 21 في المركز 11 وبكده انتهت جولتنا رياضية محلين وعالميا هرجع مرة يا لمنة ومصطفى علشان نكمل معك وباقي فقرات سبع أخر يوم أصل شكرا لك يا دين